موسيقى السلام عليكم اهلا وسهلا بكم فيديو جديد مع عمر دايزر HTC انا شخصيا احترم شركة HTC جدا وشايفها واحدة من احسن الشركات التي تصنع هاردوير الموبايلات في العالم بس مؤخرا في السنتين اللي فاتوا ممكن HTC موبايلاتها ما كانتش قد المنافسة والامول ما كانتش ماشية كويس قوي معاهم بس السنة انا شايف ان HTC هترجع لمنافسة بقوة مع HTC 10 الاتش تي سي 10 جايب جسمه كله من الالمونيوم والتصميم قريب جدا من شكل الام 9 بتاع السنة اللي فاتت بس التين بيختلف بشمفر عريض جدا في ظهر الموبايل وفي رايدة بيدي الموبايل شكل جديد ومميز وأظن انه سيخلي مسكة الموبايل في الايد كمان احسن شاشة الاتش تي سي 10 خمسة واثنين من عشرة انش وريزولوشن كواد اتش دي وغيب تكنولوجيا اتش تي سي بتسميها سوبر ال سي دي فايف ودين مفروض انها بتظهر الوان اكتر بنسبة 30% عن موبايل السنة اللي فاتت الاتش تي سي 10 بيجي مع بصمة في مكان زرار الهوم والمرة دي اتش تي سي عاملة الزراير هارد وير مش سوف توير زي بتاعت كل مرة اما بنسبة المواصفات الداخلية فهنلاقي المعتاد من الفلاك شابس اللي نزل السنة دي المفروض تكمل يومين من غير ما تحتاج تشحن الموبايل الموبايل كمان بيجي مع يو اس بي سي مش مايكرو يو اس بي زي الجالكسي اس 7 الاتش تي سي 10 كمان بيسابورت الجيل الجديد من الشحن السريع كوالكوم كويك شارج 3 بس للأسف طبعا ما فيش ويرس شارجينج سماعات البوم ساوند المشهولة بتاعت اتش تي سي موجودة برضه في الاتش تي سي 10 بس بشكل جديد الصوت المرضي بيطلع من سماعة المكالمات وفي سماعة تانية من تحت المفروض انها مسؤولة عن البيز اتش تي سي بتقول ان السماعات بتطلع صوت بجودة عالية جدا هاي رزولوشن اوديو وواضح ان اتش تي سي مهتمة جدا بالصوت زي السنين اللي فاتت مدخل السماعات كمان فيه امبليفير محترم بيضي ضدع في قوة الصوت على الموبايلات العادية واتش تي سي بتنزل اتش تي سي 10 مع سماعات هاي رزولوشن اوديو موجودة في العلبة وفي اوبشن في السوفت وير كمان بيخلي كل واحد يقدر يزبط الصوت ويعمل بروفايل للصوت حسب طريقة السامع الخاصة به الكاميرا دايما كانت نقطة ضعف في موبايلات اتش تي سي ومع المنافسة اللي بقت قوية جدا في كاميرات الموبايلات اتش تي سي محتاجة كاميرا مميزة جدا فعلا الكاميرا في الاتش تي سي 10 12 ميجا بيكسل مع فتحة عدسة ممتازة F1.8 وحجم البيكسلز كبير اكبر حتى من الموجودة في الجالاكسي S7 وطبعا اتش تي سي بتسميها الترا بيكسلز كالعادة الكاميرا كمان فيها مانع احتزاز Optical image stabilization كلها طبعا بيحسن جدا التصوير في الإضاءة الخفضة مصفات الكاميرا طبعا محترمة جدا وموقع دي اكس او مارك المشهور ادى الكاميرا بتاعت الاتش تي سي 10 نفس السكور بتاع الكاميرا بتاعت الجالاكسي S7 اللي انا شايفها احسن كاميرا موجودة على اي موبايل حاليا وده انجاز بالنسبة الاتش تي سي بس طبعا هنحكم عليها فعليا بعد التجربة الكاميرا الامامية خمسة ميجا بيكسل مع فتحة عدسة F1.8 برضو اتش تي سي عملة اختراع جديد وهو مانع احتزاز للكاميرا الامامية وده حاجة مش موجودة في اي موبايل تاني وطبعا هتحسن جدا جودة السيلفيز اتش تي سي تين بيجي مع اندرويد مارشميلو وطبعا فوقي اتش تي سي سينس بس السنة دي فيه تعديلات كويسة اتش تي سي اشتغلت مع جوجل على السوفت وير بتاع اتش تي سي تين ونتيجا ان السوفت وير خفيف وراهب جدا من الستوك اندرويد اتش تي سي حتى بتستخدم نفس الابليكيشن بتاعت جوجل زي الجاليري والكالندر وغيرها وده حاجة نفسي شركات كتير تعملها زي سامسونج بدل من لايه ابليكيشن واضافات في السوفت وير بتاقل السوفت وير من غير محد يكون بيستخدمها اتش تي سي كمان عملة ثيم جديد اسمه فريستايل ده بيخليك تقدر تحرك الايكون في اي مكان على الشاشة من غير جريد او شبكة معينة ممكن كمان تفتح الابليكيشن من ستيكرز او اشكال بتحطها انت في اي حتة على الشاشة الاتش تي سي تين المفروض انه هينزل في مايو وفيه ثلاث ألوان اسود وفضي ودهبي وفيه اسواق معينة كمان هينزل فيها لون احمر كنتبعات مبدئية شايف ان اتش تي سي عمل شغل ممتاز مع الاتش تي سي تين وظن ان اتش تي سي معها موبايلي نفس فعليا السنادي مع حاجات زي الجالاكسي اس 7 والالجي جي 5 متحمس جدا اجربه فعلا بنفسي وبس لو عجبكو الفيديو ده تنسوش تعملوا لايك وشير واكيد سبسكرايب لو لسه ما عملتش واستنون ان شاء الله الفيديو اللي جاي سلام اشتركوا في القناة